بالتزامن مع إعادة انتشار قوات ألوية العمالقة الجنوبية على خطوط التماس مع مواقع الميليشي الحوثي الإنقلابية في محافظة شبوة بدأت أبواق إخوانية بنشر الأكاذيب والتصعيد من خطابها التحريضي ضد قوات التحالف العربي وألوية العمالقة والقوات الجنوبية وذلك أملاً بتبيض جرائم ميليشي الحوثي الإنقلابية وسعياً نحو فتح معركة جديدة لمناصرتهم من خلال استجداء التعاطف عبر الأكاذيب ونشر الشائعات القنوات الآلامية للإخوان بشدة وسائلها ضجت باتهامات وتحريض موجهة للتحالف العربية في تعمد واضح لتبرئة ميليشي الحوثي من الهجمات الصاروخية والطيران المسير التي شنتها على مواقع عسكرية ومدنية داخل شبوة ويأتي هذا النهج الإخواني المتجدد مع كل معركة ضد الانقلاب ليكشف الوجه القبيح لهذا تنظيم الدولي المتماهي مع ميليشي الحوثي الإنقلابية ومشروعها التخريبي في المنطقة وكانت ميليشي الحوثي شن سلسلة من الهجمات الانتقامية في شبوة بعد انتشار ألوية العمالقة فيها من بينها هجوم بطائر مسير على القوات الحكومية في مدرية مرخى شمالي غربي شبوة لكن الآلة الأولمية للإخوان سعت لإلساقها بالتحالف العربي وقوات ألوية العمالقة التي تحركت لتحرير شبوة ما جاورها من سيطرة الانقلاب وذلك من خلال إطلاق حملة شاركت فيها كل القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم الإخواني الدولي وتظهر الحملة الإعلامية الشرسة التي يقودها إخوان اليمن ضد التحالف العربي وكل القوات التي تواجه ميليشي الحوثي في اليمن أن هذه الجماعة توفر الحلفاء طهران في اليمن ذراعا إعلامية صاخبة وتغسل جرائمها بحق اليمنيين لكن اليمنيين لم يقفوا هذه المرة أمام أكاذيب الإخوان وتصدوا بقوة لحملاتهم معتبرين أنهم طابر خامس يستهدف دعم حزب الإخوان لميليشي الحوثي الانقلابية